تستعد ميليشيا سوريا الديمقراطية لشن هجوم على تنظيم الدولة شرق نهر الفرات بالتزامن مع تحركات من قبل القوات الحكومية في العراق لشن هجوم مماثل بعد أن حققت تنظيم خلال الأيام القليلة الفائتة تقدما يخشى التحالف الدولي من أن يغير معادلة الصراع شرق سوريا الذي قفز إلى واجهة المشهد السوري من جديد لكن الغارات التركية الأخيرة ضد الميليشيات الكردية في سوريا دفعت بالأخيرة إلى إعلان تعليقها الهجوم على تنظيم الدولة بشكل مؤقت وقبيل إعلان الميليشيات الكردية تعليق حملتها العسكرية أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الطائرات الحربية التابعة للتحالف الدولي أغارت مؤخرا على خطوط التماسي لتنظيم الدولة إلى جانب المعارك التي تخوضها ميليشيا سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية نواتها الصلبة في ريف دير الزور الشرقي شمال نهر الفرات مشيرا إلى أن التحضيرات متواصلة من قبل التحالف الدولي وميليشيا سوريا الديمقراطية لبدء العملية العسكرية الأخيرة ضد التنظيم والتي تستهدف إنهاء وجوده في شرق الفرات وأكد المرصد أوصول مئة عنصر على الأقل من مقاتلي ميليشيا سوريا الديمقراطية إلى منطقة الجبهة المحيطة بجيب التنظيم عند الضفة الشرقية لنهر الفرات وذلك عقب دخول خمسمائة مقاتل من قوات المهام الخاصة في الميليشيات الكردية وانتشار أكثر من ألفي مقاتل من أبناء عشيرة الشعيطات أكبر عشائر ريف دير الزور الشرقي في محيط جيب الأخير للتنظيم ولا يزال التنظيم يحتفظ بجيب يمتد على طول نحو أربعين كيلومترا وعمق عشرات كيلومترات من قرية البحر غربا وحتى بلدة الباغوز شرقا غير البعيدة من مدينة البوكمال الحدودية مع العراق والتي تسيطر عليها قوات النظام السوري وميليشيات طائفية تدعمها إيران كما استطاعت تنظيم الوصول إلى الحدود السورية العراقية شمال نهر الفرات وهو ما دفع وفق مصادر محلية القوات الأمريكية إلى إنزال منطاد للمراقبة على الحدود العراقية السورية غرب محافظة الأنبار لرصد تحركات عناصر تنظيم الدولة بالتزامن مع العملية العسكرية التي تنفذها القوات الحكومية وميليشيا الحشد لتأمين الشريط الحدود مع سوريا